هذا الفيديو يلخص ما قلناه عن تحليل أنتي ميلوريان هرمون أو الاماتش واستخداماته وتأثيراته وكيف لمتخصص أن يعرف أغوار هذا الهرمون هو هرمون تفرزه الخصية عند الرجال والبويضات عند السيدات يعني الاتنين يعني الرجال عندهم أنتي ميلوريان هرمون لكن بيفرز من المبيض بتاع السيدات من البويضات غير الناضجة الصالحة للتخصيد فحنلاقي السيدات تولد بتقريبا ما فيش هذا الهرمون ثم يبدأ في الزيادة قرب عمر البلوغ ثم يزداد أنا مترجم لكم الصوت بتاع الفيديو ثم يرتفع بشدة واصل إلى أقصامة بين سن 25 ل 30 سنة ثم يقل بمرور الوقت ويقل بوضوح عند عمر 35 سنة وينعدم تقريبا بعد سن اليأس واللي قدام حضراتكو ده المؤشر بتاعه كل من يبقى رايحين عند الأخضر يبقى ده اللون الكويس كل من نروح للأحمر يبقى ده قلة هذا الهرمون قلة هذا الهرمون تعني قلة خصوبة السيدة وتقلل فرص حدوث الحمل وفرص إنتاج البويضات وفرص جودة الحمل واستمراريته تأثر كمان بهذا الهرمون ويمكن أن يشير إلى قرب انقطاع سن اليأس وكمان يشير إلى نسب نجاح الحقن المجهري لكنه كمان يرتفع في بعض حالات الأورام المبيض خاصة أورام المبيض غير الحميدة بالنسبة للرجال بيبدأ إفرازه في أثناء الحياة الجنينية حيث يخرج من الخصية ليوقف عمل الميلاريان داكت اللي حتكون الرحم والأنابيب وأعلى المهبل وبالتالي يؤدي إلى ضمور هذه الأعضاء فيولد الرجل بخصياتين وبلا أعضاء أنسوية داخلية وموجود عند الأجنة حديث الولادة لأنه ينتج من الخصية فإذا كان الجنين حديث الولادة غير محدد الجنس وفي صعوبة في تحديد جنسه عملنا تحليل لهذا الهرمون فإذا الأنام مرتفع دل هذا على أنه ذكر وليست أنسة أما في الإناس فتولد بهرمون قليل جدا يكاد يكون منعدم ثم يرتفع بالتدريج من فترة ما قبل البلوغ ويزداد ويصل إلى أقصى عند أقصى حصوبة للسيدة اللي ما بين سن تقريبا 15 إلى 25 والأمسل ما بين 25 ما بين 20 إلى 29 ثم يبدأ فيه الانخفاض وانخفاضه يشير إلى قلة مخزون المبيض وقلة عدد البويضات وقلة كفاءة المبيض وقلة استجابته لأدوية التنشيط وقلة عدد البويضات المنتجة وسوء جودة البويضات المنتجة وقلة فرص حدوث الحمل واحتمال أعلى لارتفاع نسب الإجهاض واحتمال أعلى لإحتمال التشوهات الأجنة وللأسف الشديد أنه لا يوجد علاج على وجه الأرض لزيادة المخزون حتى هذه اللحظة لكن هذا الهرمون يمكن أن يستخدم أيضا في بعض حالات أورام المبيض للدلالة على الورم وعنفه وانتشاره وتطوره أو استجاباته لعلاج خاصة في أورام المبيض غير الحميدة ده المختصر كده على الأنتميلير الهرمون ترجمة نانسي قنقر